بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على شرف الله يجمعين السلام عليكم يا جماعة في سؤال دائما الناس بتسأله وهي حاجة ما بيتقيف انه الرغبة رغبة الانسان لانه يتعلم مزيد من اللغات او لغة تانية محددة لغرض ما انه يكون عايز يسافر ينتقل للمنطقة اللغة دي او عايز يشتغل في بيئة بتتكلم اللغة دي او عنده فرينس بيتكلموا اللغة دي فاول حاجة احب اعطمنا الناس انه البني ادم عنده المقدرة انه يتعلم عدد لا نهاي من اللغات لكن بشرط يتبع الطريقة الصحيحة لانه معظم الناس بتدخل للغة بمدخل غير صحيح حتى المدخل بتاع المدارس بيبدأ بالليترز وكده ده بيوديك انقلك طوالي للمرحلة بتاعة الكتابة والكتابة دي ما المفروض تجي في البداية ولا القرامرز ما المفروض تتعلم القرامرز من البداية فانت لازم تأكوير اللانجوش مش تليرن اللانجوش وتأكوير اللانجوش لازم تتبع على البروسيس اللي اتعلمنا بيها لغتنا الام من البداية واللي هي بتبدأ بالليسنين وتليسن بصورة مكسفة جدا زي ما زي ما لما كان عندك الشغف لما انت كنت بيبي كم شهر انت بتركز في كل البيئة المحيطة بيك والطريقة اللي بتخاطبوا بيها والطريقة اللي بتكلموا بيها عشان تتكلموا بنفس طريقتهم وبالتالي بتكون عندك الزخيرة اللغوية بتكون عندك الكلمات وبتحابل التقلد بنفس فبتبدأ دايما بالليسنين حتى انبعداك باليسبيكين ثم بعداك الريدين بعداك الرايتين اتبعت الخطوات دي وسمعتها انت اسمع بصورة مكسفة للمدة 6 شهر بتلقي نفسك تلقين بديت انك تتكلم وبديت لما انت تشوف موقف عايز تعلق على الموقف باللغة الجديدة اللي انت قاعد تعمل لها فنحنا نخلي الليرنين يا جماعة ونبدأ نبدأ تأكوير اللانجوش البروسيس very easy but too long be patient and you will تجني سمار حزن مكوين شعلا اشتركوا في القناة